في ذاك اليوم عندما التقيت بالملك سلمان كانت هذه من المواقف لما نساه أبدا كان موقف يمثل لي الكثير كانت المناسبة هو فوز جريدة الرياض بأفضل صحيفة عربية وكانت من خلال الموقع الإلكتروني تحديدا وكنت أفخر أني في ذاك الوقت كنت أنا مسؤول على البواب الإلكترونية اللي من خلال حصرة الجائزة اللي من خلالها كانت زيارة الملك سلمان كان ذلك أثناء تولي إمارة منطقة الرياض قدمت عرض عن مستقبل الإعلام وعن الجهود التي تبدلها مؤثلة مصحفية وجريدة الرياض في العمل الإعلامي الإلكتروني تحديدا والحمد لله في ذاك الوقت نال إعجابه وبالمناسبة الملك سلمان مطلع الطلاع بشكل كامل على الإعلام والتفاصيل وأحداثه بل أنه تفاجأت أنه معلومات كثيرة عن أدق تفاصيل وأدق معلومات الإعلام الإعلام تحديدا يعرفها بشكل كبير فطلب مني بشكل خاص يسألني عن بعض النقاط المتعلقة بالإعلام في بعضها قدرت أجاوب عليها بعضها كانت بشكل دقيق جدا فما قدرت إلا أني استسلمت قدام أسألته الدقيقة فذكرت له بشكل مباشر أني أنا قبل ما كن موجود في مؤسلة أمام الصحفية كنت في أمارة الرياض فعاتبني بموضوع أنه هالأعمال الإعلامية اللي قدمت ليش ما سهمت فيها في أمارة الرياض في ذاك الوقت السمو الأمير في ذاك الوقت ملكنا سلمان هو مبادر وداعم كبير للأعمال والشباب تحديدا والحمد لله أفتخر أني فزت بجائز سلمان بفئة القيادين وما زالت هالجائزة هذه هي وسام على صدري شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة